وعقب هذا الصعود التاريخي أكد مدرب نجم بن عكنون عبد النور بوصبيع أن هذا الإنجاز لم يكن سهلا وهو ثمرة عمل اللاعبين الذين لم يدخلوا جهدا في ذلك الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الصعود وكنا أمنين به منذ بداية الموسم ولكن الصعود تاريخي مجلسه جاء بفضل المجهودات الجبارة اللي قاموا بها اللاعبين في الحيث الدريبية منذ بداية الموسم أمننا بهذا الفريق وكنا نعمل بكل إخلاص حتى نحقق هذه النتيجة وكانت عدة عوامل لساعتنا في هذا الصعود هو الإدارة اللي وفرت لنا كل ظروف العامل تستسوى بيداغوجي ومام وسائل الراحة ودعت اللاعبين في ظروف حسنة والحمد لله اليوم تبتنا بأن فارق بن عاكن الفارق متكامل يلعب كورة نظيفة والدليل على ذلك الفارق المنفسة المباشر تفوقنا عليه ذهابا وإياما وهذا الحمد لله ونشكر كثير اليوم نشكر الحكام بقية بن إحيا اللي كانوا في المستوى تحية تحية كبيرة لتريو ضربية تراج نقولوا برافو برافو نتمنى بفضل هذا الحكام مثل هذا ما راح تطول كورة الجزائر